اعتمد صاحب السمو الشيخ بحمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مدلس الوزراء حاكم دبي رعه الله الخطة الشاملة لتطوير شواطئ العامة في الإمارة بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400% بالإضافة لشواطئ عامة جديدة وتطوير الحالية منها وتزويدها بخدمات ومرافق ترفيهية ورياضية والجمالية واستثمارية جديدة بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية الفين واربعين وقال صاحب السمو الشيخ محمد براشد اعتمدنا ضمن خطة تطوير شواطئ دبي مضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول الفين واربعين وزيادت مساحتها من 21 كم حاليا إلى مئة وخمسة كم ورفع نسبة الخدمات إلى 300% على الشواطئ العامة بحلول الفين وخمسة وعشرين واضاف سمو أطلقنا أول خطة حضرية في دبي في عام 1960 التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالميا وقال سمو المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في الإمارة وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد القادم وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين جاء ذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهدي دبي رئيس المجلس التنفيذية لإمارة دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سيئة دبي للطيران المدنية رئيس الأعلان مجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من كبار المسؤولين وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لدى وصوله لشاطئ جبل علي العام معالي مطر الطائرة المفوضة العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة حيث اطلع سموه على الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي ومراحل التنفيذ والمبادرات قصيرة وطويلة المدى المزمع تنفيذها في كل مراحلة وتفصيلا ووفقا للخطة سيرتفع اجمالي اطول الشواطئ العامة في إمارة دبي من 21 كم الى 105 كم بحلول العامة 2040 وذلك باضافة 84 كم لاطول الشواطئ العامة في الإمارة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشواطئ العامة مستقبلا في ظل النمو السكاني المستمر ترجمة نانسي قنقر